أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الأردن على المستويين الرسمي والشعبي خلال استقباله وزير الخارجية الأردني أيمن الصفضي شدد الرئيس السيسي على أهمية السعي المشترك للتطوير المستمر لأطر التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهديئة في المنطقة وتم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق كما تم التجديد أيضا على أن الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 1967 تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدمين في الإقليم مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري الذي يزيد من تعقيد الموقف ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر